what the hell? اينو انت؟ انا الحر موط من مصر يا عمنا اف gema اف ظاهر اي اش يابك الاعراق جايت حارب؟ اتجاهد؟ امّه اليعني جاي ص長 دارمانجة جيت احارب مع أخواننا العراقيين مع أخوانا العراقيين نزلت الشوارع لقيت شوية منهم عمّلين بيحضنوا في الأمريكان اطلق بط ما بقيتش عارف أعمل إيه أحضن مين وحارب مين اللي شفيتهم هذولة مو عرقيين ذولة عملاء وخونا عملاء وخونا أنا اطلق بط يا عم الحج آه ما بقيتش عارف مين البطل من مين العميل الأمريكان دخلوا شطابوا على بغداد يا خسرت الصورة اللي أنا معلقها لك في القهوة يا صدام ده أنا معلقه الصورة مبروزها برواز له حكونتر جدا قبل كاش عاشق ومعشوق مكلفاني 8 أدمين مستعز بي الله حر ونرفج التك حد يسيب بلده ويخلع في الظروف السودة اللي زي دي سمعنا عن جيوش بتستسلم جيوش بتتهزم إنما جيشت قوم الصبح ما تلاقيهوش هو ورئيسه أول مرة نسمع عن هداية عيني يا أمه مو يمكن اختفاء مخطط وفخ للأمريكان ياريت يكون عايز يعمل كده بس ده بقى إنه كذاب وبقى كده على الفاضي آه ياريت وكان زمع كلام الدنيا كلها من الأول وكان انسحب من الكويت ما كانش حصل لنا اللي حصل لنا ده إنما تقول إيه بقى إنه شفية الدماغ مع إنه أبو علاء الهالو من هو أبو علاء؟ الرئيس حسن مبارك يا عم الله يديله الصحة كان كلمه السنة التسعين وكنت قاعد جنبه هو بيكلمه في التليفون قال له أبو عدي اسحب قوتك من الكويت علشان ما تدخلش القوات الأجنبية في حسين إنت شنت جاعد يم أبو علاء وهو دي يخابر لي أيوة يا عم بقولك كنت معزوم على الغداء وكان عزمني على رؤاء وبط وكان إيه خبرك؟ ينهر أمك أسود يا أرمط معلشة ساعت الباشا العتب على النظر وفي حسوية دخلة في عيني لإنما الدهد من صباحية ربنا يعني بطور على ابن الله يخليك سيادتك مهي بالركن مهي بالركن يعني حبيب قلبي حبيب قلبي قاعد مستخابي بالتكتك للأمريكان يا معلم صح؟ أنا قلتك للمشانا لما قلت قلت لستك كده قلت تلاقي الصدام اختفي بالتكتك للأمريكان عشان يطلع يفاجئهم ويولحوا هتولع يا باشا صدام يا أرمط يالي يلتك دخل هلو ساعت الباشا روح عارب الأمريكان نعم ساعت الباشا انت موجلت جاي تحارب الأمريكان ايوه جاي نحارب بس هنحارب من غير تدريبات فرضاني كده مش انت معايا برضو ولا هتخلح ولا ايه دغط حاضر حاضر ايوه طبعا لازم